بسم الله الرحمن الرحيم طلبة العزاء طلاب الماجستير المحاضرة الثانية اللي هي تكملة الوتر هامر راح تكون هذا اليوم ناخذ امثلة اخرى توضح ان هذا الموضوع حتى عدنا ايضا نوع ثاني من الاسئلة اه في هذا الموضوع تكوين السائل تكوين الجريان عفوا تكوين الجريان اه consider a pipe leading from a large tank a valve at the downstream and control the valve ايضا فلو وعدنا عندنا الفالو اللي هي سيطرنا على الجريان if the valve is opened suddenly it takes a while for the flow to be fully established the pipe is rigid the pipe is rigid v velocity at the anytime t v zero هي final steady state velocity وعدنا الفالو اللي هي السرعة عندما يكون الجريان مستقر وعدنا F friction factor وعدنا K1 sum of the minor losses coefficient for the pipe وعدنا static head H capital H static head other H static head at the outlet و total head loss هو القانون F friction losses في طول البائب على القطر زائد K1 قلنا K1 شو هي sum of minor losses coefficient يعني due to fittings يعني losses due to fittings هذه مضربة في مربع السرعة على اثنين في التعجيل K اللي هو يساوي انه F F L على D زائد K1 يعني F F L على D يعني معامل الاحتكاق في الطول pipe على القطر زائد K1 اللي هي coefficient of minor losses V R V O قانونها سونا تحت الجذر 2 G H على واحد زائد K K هو هذا مننا The time taken to attain a velocity V after sudden opening of the valve is given by التايم هذا T حتى يكون الجريان مستقر يساوي انه طول البائب L على واحد زائد K في V عندما يكون V O اللي هي قانونها السرعة عندما يكون final velocity في لن مضروبها كلها في لن واحد زائدا V على V zero على واحد ماينوس V على V zero هذا القانون اللي يحسب لنا time وعندنا سؤال تطبيقي على هذا النوعية من الأسئلة ناخذ هذا المثال 15 سنتيمتر دايمتر و 1500 متر طول pipe leads leads from a large reservoir to an outlet which is 20 متر below the water level هذا pipe قطرة 15 طولة 1500 بسمية و يجي من طبعا مربوط بخزان الفرق بين الخزان عفوا outlet هو 20 متر below the water level أسفل المستوى الماء and the reservoir if a valve at the pipe outlet is suddenly opened إذا كان الفالف هذا اللي هو موجود في outlet of the pipe بسرعة انفتح احسب estimate the time required to reach 50% الحالة الأولى ثنيا 95% of steady state discharge يريد من عندنا نحسب الوقت اللازم حتى نصل إلى 50% مرة ومرة 95% من الفلوريت عندما يكون بحالة steady state يعني 50% من حالة من حالة steady state و 95% من steady state discharge the friction factor 0.02 وال minor losses coefficient K1 في V by 2G و K1 يقوم خمسة خمسة نحن عدنا حسب قانون دارسي HF يقوم F في V على 2G في الدايمتر F L V by 2G بحق مضربه في القطر K تقوم K زائد K من friction K1 مطيب السؤال خمسة و F L على D حسبة يقوم 205 تقوم بحق 2GH على 1 زائد K قبل شوية أخذنا نجد هذه القيم يظهر 1.38 متر بالثانية During The Establishment Of Flow Time سوف نقوم على قانون طبعا نطبق القانون هذا الحالة الأولى عندما يكون Q على Q 0.5 يعني 50% يعني معناها Q على 50% يعني 0.5 الحالة الثانية تكون 95% فنقوض مكان V على V0 0.5 Q على Q هي نفسها V على VO فنطبق هذه القانون A 1500 على 1 زائد 205 اللي هو الكي في V0 1.38 لن 1 زائد 0.5 على 1 نقص 0.5 الحالة الثانية عندما يكون V أو Q على Q0 0.95 أو V 0.95 يطلع 19 0.35 هذا التطبيق للنوع من هذه الأسئلة نوع آخر من الأسئلة أيضاً للوتر هامر مثل هذا السؤال إن أبايف 500 مليمتر دايميتر و 2500 متر لينث مليمتر 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 و مليمتر 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 على متر التربية يقول لك يفرض أنه هذا البيب يكون رجد وحل السؤال الحالة الأولى المطلوب الأول هذا نحن نحسن بالT لدينا الT ساولة 2R على C الR الموجود 2500 والC موجودة طلع 3.4 هو الحالة الأولى يقول لنا يقول لنا الوقت الغلق 25 ثاني الT هذا أكبر من لL على C 25 ثاني المطيب السؤال أكبر من هذا هذا معناه شنون معناه الغلق يعني تدريجي يعني بطيء فنطبق قانون إذا كان يعني بطيء أو تدريجيا القانون ما لتنبع نكون تدريجي البرجر الرئيس هذا الP ساولنا رو LV على T كثافها في الطول في سرعة الجريان على الثكنة على الTIME عفوا نطبقها يطلع 150 كاري نوتن على مثل تربيع الحالة الثانية عندما كان الوقت الثانية الثانية نحن عدنا نحسب هنا الTIME الحالة الثانية هنا هذي لازم شنو بنتغير هذا الوقت ونطعنا قال لنا رجد لازم نحسب السي جسارة هنا السي عدنا جديدة لأنه عدنا كي معطب السؤال هذي الكي معطب السؤال القانون يقول يقول السي يساوي أنه في حال فور رجد فور رجد بايب هو تحت الجذر كي على رو إذا كان الاصتك نطبق داخل القانون اللي بي D والT والK والE فنطبق هذا القانون يطلع السي قيمته 1400.7 متر بالثانية نحسب التي ورغم ما حسبنا السي نحسب التي والتو ال على سي يطلع 3.6 التي هذا 3.6 هو أعلى من التو ال على سي نحن عندنا التي هذا هو أكبر من 3.6 الوقت هو ثانية نحن حسبنا طلع عشقيد طلع 3.6 نحن عندنا المعطب السؤال الثانية معناها جريان كان الغلق كان شريع ربط الوقت يطلع ثانية وفنطبق القانون عندما الضغط لحساب الضغط عندما يكون الغلق سريع اللي هو رو في سي ونضرب في مع بعض ينحل السؤال عندنا هذا السؤال أيضا ممكن تقرؤوا أنتم هو يشبه السؤال داخل قبضة الحال ينام ممكن تقرؤوا إذا عدتكم ملاحظات يعني اعتبره هومورك إذا عدتكم عني ملاحظات أنا مستعد لجاوبكم عليه وتكتبونا على الموقع ما أي سؤال عدكم أنا جاوبكم عليه وانا تمنى لكم التوفيق